بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء في مقرر Machine Element Design 1 بنبدأ شابتر 13 واللي بتكلم عن البيلتس أو السيور المين طبيكس بتاعتنا اللي هنتكلم عليها أول حاجة introduction أو مدخل تاني حاجة types of builds أو أنواع السيور المختلفة بعد كده هنتكلم عن البيلت ماتيريالز أو الخامات اللي بيصنع منها السيور نقطة اللي بعد كده types of flat built drives إزاي بتم عملية تركيب السيور على البكرات والأنواع المختلفة النقطة اللي بعد كده velocity ratio أو نسبة التخفيض في السرعة وبعد كده هنتكلم على slip of the built أو الانزلاق على السيور ثم built length وكيفية حساب طول السير الخطوة اللي بعد كده أو النقطة اللي بعد كده power transmitted by the built أو القدرة المنقولة بواسطة السير ثم ratio of driving tension التنشن اللي بيبقى موجود على السير في كلا الاتجاهين حول البكرة كما ندخل بنعرف السيور وأهميتها بنقول إن البلتس are used to transmit power يبقى استخدامها في نقل القدرة from one shaft to another من عمود إلى آخر by means of poly بواسطة البكرات طيب amount of power transmitted كمية أو قيمة القدرة المنقولة depends upon the following factors بيعتمد على العناصر التالية أول حاجة بيعتمد على velocity of the built سرعة السير ثاني حاجة التنشن أو الشد في السير tension under which the built is placed on the poly الشد اللي بيبقى موجود مبين البكرتين الشد اللي موجود في السير مبين البكرتين التو polys ثالث حاجة بيعتمد على arc of contact between the built and the poly وخاصة اللي smaller poly يعني دايما بيبقى عندي بكرة صغيرة بتاعتي لبكرة كبيرة بالشكل ده كده arc of contact هو زاوية التلامس ما بين السير والبكرة الصغيرة ودي طبعا كل ما كانت الزاوية كبيرة كل ما كان فيه إمكانية لنقل قدرة أكبر والعكس صحيح طبعا selection of the built drives إزاي بيتم الاختيار أو إزاي أن أنا بقدر أحدد هل هستخدم السير في نقل القدرة أو التروس زي ما هنشوف فيه الشابتر التالي إن شاء الله أولا ده بيعتمد عليه speed of driving and driven shafts بيعتمد على سرعة القائد والمنقاد تاني حاجة بيعتمد على speed reduction ratio نسبة التخفيض في السرعة يعني لو قلنا مثلا إيه إحنا بنرمز لها بالرمز i يبقى نسبة القطر أو السرعة اللي خارجة n2 على n1 طبعا هنكلم على الكلام ده بالتفصيل فيما بعد بعد كده أيضا بيعتمد على power to be transmitted كمية أو قيمة القدرة المنقولة لو هي بكميات كبيرة وأنا مضطر إن أنا أعمل عملية نقل الباور بالسيور يبقى في الحالة ديات ممكن إن أنا أستخدم V-builds اللي برضو هنتعرف عليها وممكن أستخدم بدل سير واحد أكتر من عدد بحيث إن هو يتحمل نقل القدرة الكبيرة المنقولة نقطة اللي بعد كده center distance between the shafts أو المسافة ما بين يعني لو قلنا مثلا إن بكرة هنا وده center بتاع العمود بتاعها وبكرة تانية هنا المسافة اللي هي center distance ديات اللي أنا بقول عليها مسافة ما بين مركزين الأعمدة لو اديت لها مثلا رمز L على سبيل المثال في السيور معروف طبعا إن هي بتنقل القدرة ما بين بكرات متبعدة على عكس طبعا التروس وده هنوصفه برضو فيما بعد بعد كده ال space available إحنا عارفين طبعا إن السيور البلت درايفز بتاخد space أكبر منها في التروس آخر حاجة service conditions أو ظروف التشغيل طبعا ظروف التشغيل إحنا السيور ممكن إن هي تشتغل في وجود humidity أو الرطوبة ممكن تتحمل درجة الحرارة ممكن تشتغل في open air بحيث إن حتى لو فيه contamination أو ما شابه ممكن إن هي تشتغل وبكفاءة عالية نكتفي بهذا القدر ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم